سؤال رقم 13 عندي A زائد B يساوي 4 A ضرب B يساوي 6 أوجد A مكعب زائد B مكعب يساوي قديش؟ طيب A مكعب زائد B مكعب بالقانون هذا منقول عنه قانون الأسكية هو A زائد B على القوس مكعب ناقص 3 بA بB بA زائد B حلو الحكي A زائد B معيها 4 فأربعة مكعب ناقص 3 بA ضرب B يعني 6 بA زائد B يعني 4 أربعة مكعب هي 64 يمكننا أن نظر الأربعة من المشترك المشاريع حالنا بالحسابات فبصير هون 16 ناقص 3 ضرب 6 يعني 18 يعني ناقص 2 ضرب 4 فالجواب ناقص 8 سؤال رقم 14 عندي A ناقص B يساوي 3 A ضرب B يساوي 7 إذن هي 7 أوجد A مكعب ناقص B مكعب حسب قانون الأسكية A مكعب ناقص B مكعب هي A ناقص B على القوس مكعب زائد 3 بA بB بA ناقص B A ناقص B مكعب معيها 3 على القوس تكعيب يعني 3 مكعب زائد 3 بA ضرب B يعني 7 بA ناقص B يعني 3 بطلع 3 بشان الحسابات تكون سهلة بصير 3 ضرب 9 زائد 3 ضرب 7 يعني 21 21 زائد 9 يعني 30 ضرب 3 فبيعطينا 90 سؤال رقم 15 عندي X ناقص 2 على X يساوي 4 أوجد X مكعب ماقص 8 على X مكعب هذا حسب قانون الأسكية X مكعب ناقص 8 على X مكعب بالقانون هو X ناقص 2 على X لأن هذا الثاني هو 2 على X على القوس تكعيب هذا الثاني الثاني إذن هو 2 على X فبيصير X ناقص 2 على X على القوس تكعيب زائد ثلاثة بي X بي 2 على X بي X ناقص 2 على X يعني A ناقص B على القوس مكعب زائد ثلاثة بي A بي B بي A ناقص B X ناقص 2 على X يعني 4 مكعب يعني 64 فينا نقول زائد ثلاثة ضرب الـ X بتروح مع الـ X ضرب اثنين ضرب اربعة يعني ثلاثة ضرب اثنين تسعة أو ستة عفوان ضرب اربعة 24 مع الـ 64 فبيطلع الجواب 8 سؤال رقم 16 عندي X ناقص Y يساوي 2 X مكعب ناقص Y مكعب يساوي 5 أوجد X ضرب Y يساوي قديش؟ بالقانون أنا عندي X ناقص Y على القوس مكعب هي مطابقة تكعبية هاي مكعب الأول زائد كونه ناقص فبتكون ناقص ثلاثة مربع الأول اللي هو X مربع بـ Y زائد ثلاثة الأول بمربع الثاني ناقص مكعب الثاني X مكعب و Y مكعب معيها قديش؟ معناياها 2 فهحبت 2 هون هطلع ثلاثة من هون وهون هطلع ثلاثة عامل مشترك و هطلع X و Y أيضا عامل مشترك فشو بصفى عندي هون X و شو بصفى هون Y وهون بالطرف الثاني عندي X ناقص Y هي 2 مكعب يعني 8 ثلاثة مكعب مع الثاني فينا ننقل هي لهون وهي لهون أو فينا عود بدل هي 2 فبصير معي 8 ناقص 2 يساوي ناقص 3 ضرب 2 يعني 6 X Y 8 ناقص 2 فبصير معنا X X ضرب Y يساوي ناقص عفوان هاي هون X مكعب مع Y مكعب هي 5 فتنقل هاي بتصير 8 ناقص 2 يعني 8 ناقص 5 يعني بتصير 3 إذلك X ضرب Y هو 3 على ناقص 6 يعني جواب ناقص نص السؤال رقم 17 عندي X مكعب زائد Y مكعب يساوي 19 X ضرب Y بX زائد Y يساوي ناقص 6 أوجد X زائد Y يساوي ناقص 6 طيب خلونا نوزع هاي لهون إذن حفوة X ضرب Y حتصير X مربع بY زائد X بY مربع يساوي ناقص 6 خلوني اضربه ب3 فبتصير إذن حاضربه ب3 تصير 3 X مربع بY زائد 3 X Y مربع يساوي ناقص خلوني هلا اجمع هاي مع هاي فبتصير مطابقة هي X مكعب زائد Y مكعب زائد 3 X مربع بY زائد 3 X بY مربع يساوي 19 ناقص 18 يعني واحد إذن هاي عبارة عن مطابقة هي X زائد Y على القوس مكعب يساوي واحد بالجزر التكعيبي للطرفين بستنتج انه X زائد Y يساوي الواحد السوق رقم 18 عندي X زائد Y يساوي 4 و X مربع زائد Y مربع يساوي 12 اوجد X مكعب زائد Y مكعب يساوي قديش طيب بالقانون X زائد Y على القوس مربع أو فينا نعتمد نحن على المطابقة التكعيبية يلي بتقول X مكعب زائد Y مكعب قانون الأسكياء يساوي X زائد Y على القوس مكعب معقص 3 X بY بX زائد Y في عنا مشكلة صغيرة انه انا ما معي X ضرب Y ففيين يحسب X ضرب Y من هذا القانون يلي بيقول X مربع زائد Y مربع زائد 2 بX بY يساوي X زائد Y على القوس مربع مطابقة التربيعية X مربع زائد Y مربع معيها 12 زائد 2 بX بY هو هذي اللي بدي حسبه مش هارجع عوضوه يساوي X زائد Y يعني 4 بنقول هلا الـ 12 اللي عند الأربعة بيصي معي 2 بX بY يساوي يساوي هون عفوا أربعة مربع أربعة مربع يعني 16 إذا X زائد Y هي أربعة بعوضها مربع بتصيل 16 فبتصيل 16 ناقص 12 يعني أربعة هلا بستنتج انه X ضرب Y يساوي 2 هاد الحكي هلا بعوضو هون فإذا هنعود X زائد Y معيها أربعة مكعب ناقص 3 بX بY يعني 2 بأربعة فبيطلع معنا الجواب النهائي أربعة 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 أربعة